تحتفل مصر اليوم بمرور 64 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالي وذلك يوم التاسع من يناير من عام 1960 ويعد إنشاء السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وقد حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات هذا ويمثل هذا العمل الضخم نموذجا لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل 11 عاما من أعمال البناء كانت هي المدة التي استغرقها المصريون لبناء أعظم مشروع هندسي شيد في القرن العشرين وهو السد العالي بدأ بناء السد في عام 1960 بقرار شجاع من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رغم العقبات التي واجهها بعد وضع البنك الدولي شروطا مجحفة لتمويله وانتهى المشروع في مثل هذا اليوم في الحادي والعشرين من يوليو عام 1970 ليتم افتتاحه رسميا في منتصف يناير 1971 السد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 3830 مترا منها 520 مترا بين ضفطي النيل ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر يبلغ ارتفاع السد 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترا وتنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل الى 10 مليارات كيلو واط في الساعة سنويا احدث السد نقلة نوعية كبيرة في التنمية في مصر حيث نقلها من الزراعة الموسمية الى الزراعة الدائمة وحمها من اضرار الفيضانات واسهم في استصلاح وزيادة مساحة الاراضي الزراعية ويعد من اهم انجازات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وصدر تقرير عن الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى عام 2001 وقيم السد العالي في الصدارة في المشروعات كافة وذكر انه تجاوز ما عداه في المشروعات الهندسية المعمرية واختارته الهيئة الدولية كاعظم مشروع هندسي شيد في القرن العشرين متخطيا جميع المشروعات العملاقة الاخرى مثل مطار تشيكلاب كوك في هونغ كونغ ونفق المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا ومع كل التحديات والعقبات التي واجهت بناء السد العالي اثبت المصري معدنه الاصيل وتفرده بتخطي الصعاب والاسرار على انجاز المستحيلات ليقف التاريخ طويلا امام سواعد المصريين التي اثبتت ان ارادة المصريين دوما هي النافذة وكيف لا والسد العالي هو احد اهم المشروعات التنموية في القرن العشرين